المغرب تمكن في ربع قرن من تخفيض عدد الوفيات بنسبة 68% وأيضا تخفيض نسبة الحدوث حدوث المرض في هذا الربع قرن بنسبة 33% المؤشرات التفصيلية لهذا الرقمين أولا نسبة نجاح العلاج في المغرب 88% المعدل العالمي 99% نسبة الكشف 87% المعدل العالمي 61% نسبة نجاح علاج السل المقاوم تفوق 65% المعدل العالمي 53% ونسبة الكشف عن السل المقاوم تفوق 60% المعدل العالمي هو 26% فهذه أربع مؤشرات رقمية دالة على أن الجهود التي بُدلت طيلة ربع قرن 1990 2017 عاكست نجاحاً نسبياً الأمدل العالمي شكرا